أهلا بكم ياريت قبل ما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بيبدأ فيلمنا في السنة 2049 وبنشوف زابط آلي من شورتة لوس أنجلوس واللي بيكون اسمه كي وبنعرف ان كي مميز لانه اخر روبوت من نوعيته وبنعرف ان هدفه هو تدمير الالين اللي بيحاوله يسيطره على كوكب الارض وفعلا بيكون وعتها كي في العربية وبينزل في ارض آلي المفروض يكون فاسد واسمه مورتن وبنعرف ان هو بيكون آخر آلي من فصيلة نيكسوس 8S وبيشوف كي وهو نازل مزرعته وبيفهم ان هو جاي يقتله فبيخرج مورتن من مزرعته وبيروح بيته اللي بيكون اطحمه كي وبيطلب من مورتن يسلم نفسه بس مورتن بيرفضه بتبدأ عركة ما بينهم ولكن كي في الاخر بيضة بيئة المورتن وياخد منه عينة ولما بيخرج من بيت مورتن بيطلب من الطيارة بدون طيار بتاعته تصور المنطقة وهو بيدخل عربيته وبيدي للقائدة بتاعته خبر ان هو اتل مورتن زي ما امرته واسناء كلامهم بيلاحظ كي حاجة غريبة عند الشجرة اللي في مزرعت مورتن اللي بتكون وردة مع ان الشجرة ميتة من زمان فبيطلب كي من الدرون تصور له اللي تحت الشجرة بعمق تلاتين متر وفعلا لما الدرون بتعمل كده بيلاي كي سندو مدفون تحت الارض فبيبلغ قائدته اللي بتقوله انها تبعت فرية حفر للمكان علشان يعرفوا ايه اللي في السندوق وبعد كده بنشوف ان كي بيروح بيته واناك بنعرف ان هو وحيد ومش بيتكلم الا مع جوي اللي بتكون اشعة مجسمة وهو بيحبها جدا واسناء كلامه معها بيتيجي لمكالمة من قائدته علشان يجي الشغل بسرعة لانهم خرجوا السندوق وفعلا بيروح كي للمركز بسرعة وبيتفاجئ ان في السندوق عظم وشعر لوحدة ست والدكتور بيعرف ان الستة ديات كانت حامل وولد الطفلة بولدة قصرية بس لما كي بيبحث اكتر فعظم الستة ديات بيت فاجئ ان فيه رقم تسلسلي وبيفهم وقتها انها كانت روبوت بس لا هو ولا القائدة بيكونوا مسدين ده لان ازاي هي يا لية وتقدر تحمل قواتها القائدة بتقول لكي ما يقولش لحد اللي شافه لان لو الناس عرفت هتقوم حرب كبيرة ما بين البشر والاليين وبتقول لكي يمسح كل معلومات الستة ديات علشان ما حدش يعرف اللي عرفوه وبتقول له علشان ما يبقاش في اي دليل على قدرة الروبوتات على الحمل لازم يلاقي الطفل ويقتله فبيتردد كي جدا ولكنه بيوافع لانه ما يقدرش يرفض الاوامر فبيروح واتاه كي لشركة اسمها شركة ولس علشان يعرف اي معلومات عن الستة ديات وفعلا بيوصل كي وبيدي للمسؤول عن معلومات الناس في الشرطة حصلة من شعر الستة علشان يكون مصدر من حمضها النووي يقدر يعرف بكل معلوماتها فبيعرف الموظف كي اسناء المكان اللي هيعرف في كي على كل معلومات الستة ديات ان معلوماتها قديمة جدا وانها كانت عيشها في فترة اسمها فترة انقطاع الكهرباء واللي بسببها اتدمر عدد كبير من الاليين والبشر وعلشان كده فالصعب انهم يلقوا معلومات عن الستة تفيدوا ولما بيوصلوا لمكان معلومات الستة بتيجي بنت اسمها لاف واللي بتكون نايبة والس صاحب الشركة وبتقول لكي انها تقدر تساعده وبتوديه للهوضة اللي فيها كل المعلومات عن فترة انقطاع الكهرباء وبتشغل لكي تسجيل من ايامها للست ديات فتاحية مع زابط اسمه ديكارتي وبتكون ديات المعلومات الوحيدة عنها فبيحس كي ان الزابط ديكارتي كان بيحب روبوت بسبب طريق تحقيقه معها فبيروح كي لزابط كان صديق لديكارتي الزابط وبيقولوا ليه ديكارتي يتقاعد فبيقولوا الزابط المتقاعد ان معينه كان صديق عزيز عليه بس ديكارتي معرفش اي حد السبب وراء تقاعده وبنرجع للاف اللي بيسروح لولاس صاحب الشركة اللي بنعرف ان هدفه هو صناعة الين كتير وتقليل خلفة البشر علشان هما ينقرد ويكونوا عنده السيطرة على العالم وقت ما يكون مفيش غير الين به وبنشوف ان الاف بتقول لولاس على ان في طفل من نسل البشر لسه موجود وان الزابط كي مكلمة عنه واتا بيديق ولس وبيقول لها انها لازم تقتل الطفل ده واتا بنرجع لكي اللي بيرجع بيت مورتن اي معلومات عن الطفل وفعلا بيلاقي شرب ليه في قلبي البيانه ولما بيخرج للشجرة بيلاقي تاريخ ستة عشر الفين واحد وعشرين محفورة عليها فاول ما بيشوف كي التاريخ ده بيفتكر لنفسه لما كان طفل هو وايف قدام ناره ومعه لعبة في يده وبنرجع للاف اللي بيتقدر تسرق عظم الست من الشرطة وبعد فترة القائدة بتستدعي كي وبيتعرفوا ان عظم الست اتسرق وانهم لازم يعرفوا مكان الطفل قبل ما اي حد غيرهم يعرفوا فبيقول لها كاي على ان التاريخ فبيقول لها كاي على التاريخ اللي شافه محفورة علي الشجرة وبيعرف انهم مش عارف ده تاريخ ايه وبيقول لانهم استغرب من حاجة ويا انه كروبوت المفروض ما يبقاش عنده ذكريات ولكن في ذكرة واحدة من طفلته مزروعة فيه ودايما بيفتكرها واللي هي لما بيكون وايف قدام النار بحصان لعبة في يده وبيرمي الحصان جوه النار وده اللي بيخلي اطفال كانوا بيطردوه ييجوا ليه ويضربوه فبتستغرب القائدة هي كمان ومش بتعرف تقول لي كاي ايه واتا كاي بيروح للارشيف وبيبحث على التاريخ ده فبيقول ان التاريخ ده يتولد فيه ولد وبنت وان البنت ماتت اما الولد كان في مالجا وبيعرف اسمه فبيقرر يروح للمالجا واسنها مشواره والناس بتضرب نار على عربيته ايه الطائرة وبيوقعوه واتا كاي بينزل وبيكمل طريقه للمالجا على رجله وفعلا بيوصل لي وبيقابل صاحب المالجا وبيقول له يوديه للارشيف بتاحهم فاسناء طريقهم بيشوف كاي المكان اللي هو فاكر انه كان بينضرب فيه وهو صغير ولما بيوصل للارشيف بيلايه كل صفحات الاطفال اللي كانوا موجودين في سنة 2021 ماطعين من الكتاب واتا بيكرر يكمل الطريق اللي دايما كان بيفتكره وبيلايه فعلا الدمية في المكان اللي هو فاكر انه خبه فيه فبيتصدم وقتها لانه بيفهم انه ده معنى انه الطفل اللي هما بيدوروا عليه وان لو الناس عرفوا فالكل هيعوز يقتله ولكنه بيقول انه ممكن ديها ذكريات اصطناعية اتركبت لي لما تم اختراعه فبيروح للمهندسة انا واللي بتقولي المخترعة الوحيدة للذكريات الاصطناعية في المدينة وبنعرف اني انا بشرية وبتدر من خلال جهاز تشوف ذكريات كي وبتقول له انها ذكريات حقيقة مش مزروعة جواه فبيده كي جدا لانه بيعرف انه فعلا طفل ابن الانسان والروبوت ولما بيرجع المركز بتلاحظ القائدة ان تصرفته متغيرة وبتبقى متعصبة عليه فبيكذب عليها كي وبيقولها انه لا طفل وقتله فبتبقى القائدة مبسوطة منه وبتقول له وقتها ان بسبب تغيره هينطرد من القسم فبيرجع كي البيت وبيكرر يهرب لانه عارف ان رجالة ولس هيترضوه بسبب ان هم مش عايزين بشر على الارض وفعلا بيهربوا بعدها بفترة بتوصل لاف لبيته بس مش بتلاقيه هناك وبتروح للمركز اللي كان شغال فيه ولما القائدة مش بتعرفها مكانه بتضطر لاف تهتيلها وقتها بنرجع لكي اللي بيكون متجه للمكان الوحيد اللي بيقدر يصنع خشب زي اللي دميته مصنوعة منه وفعلا بيدخل المبنى المصنع للدمية وهناك بيلاقي دي كارتي الزابط اللي تجاوز الروبوت وقتها بيكون كي يعرف ان دي كارتي بقى ابوه بس مش بيقوله وبيعرف منه ان الروبوت اللي دي اوزها كان اسمها ريتشل وتابير ان ينظر في المبنى وبيعرف دي كارتي ان في عربية طائرة ورائبة منهم واللي بتبقى بتاعة لاف اللي عرفت مكان كي وفعلا بتقدر تضرب المكان بالسواريخ وده بيخليه كي يغم عليه وابوه يتخاطف قدامه ولما بيفوب اليه نفسه استجامعة غريبة وبتيجي ليه قايدتهم وبتقوله انها كانت صديقة ريتشل ام الطفل وبتقوله ينضم ليهم علشان يتلوا والس ويحموا بنت ريتشل فبيتصدم كي لما بيعرف ان ريتشل كانت مخلفة بنت وبيفهم ان ذكرياته استناعية وان كل اللي حصل له كانت خطة من الجماعة ديت علشان يحموا الطفلة فبيوافق ينضم الجماعتهم ووقتها بنرجى لديكارتي اللي بيبقى فعربية طائرة مع لاف وفتريهم لوالس ولكن كي بيوصل ليه وبيضرية لاف وينقص ديكارتي وبيودي لي مبنى صناعة الذكريات لانه بيفهم ان المهندسة انا تبقى بنت ديكارتي لانه الوحيدة اللي تقدر تحط ذكريتها جواه علشان يساعدها في انه يرجع والدها ليها وفعلا بيابل ديكارتي بنته وبيبقى مبسوط جدا وبيحس كي انه اخيرا ننفذ مهمته